ثمانية عشر طنا من المواد المخدرة تم إطلافها خلال عام الفين وثلاثة وعشرين حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وزارة الداخلية أكدت أن إطلاف هذه الكميات الكبيرة من المواد المخدرة خلال عام واحد مؤشر على مستوى نجاح العمليات الأمنية لمكافحة هذه الجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها إطلاف كمية من المخدرات 18 طن من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مؤشر على نجاح عمليات وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وعمليات الضبطة الكبيرة التي تقوم بها مؤخرا وأيضا مؤشر آخر على أن هناك تصاعد في عمليات الإطلاف مقارنة بما مضى من آليات معقدة تكون عبارة عن إطلاف كميات قليلة الآن جرى تجاوز هذا الموضوع لأهمية الكبيرة موضوع إطلاف الضبطيات موضوع مهم جدا طفرة نوعية حققها ملف مكافحة المخدرات خلال عام 2023 من خلال إحباط محاولات نشر سموم المخدرات بين فئات المجتمع إضافة إلى إلقاء القبض على أخطر مافيات تجارة المخدرات في عام 2021 لم تفلح مكافحة المخدرات إلا من أقل إلى أقل من مئة كيلو لكن في عام 2023 استولت على أكثر من أربعة طن من المخدرات وخمسطعش طن من المواد المخدرة الحبوب الهلوسة وغيرها ومن السلائف هذا يعني أن هناك طفرة نوعية هذا يعني أن هناك تطور ملحوظ سيما بعدد المعتقلين الذي نهز في 2023 أكثر من أربعة عشر ألف من بينهم من خمسة إلى ستة آلاف متاجر ومروج وصدرت أحكام بالمؤبد وصلت إلى أربعمائة حكم ووصلت إلى الإعدام أكثر من أربعين وتؤكد وزارة الداخلية ضربها عصابات دولية كانت تقوم بإدخال المخدرات إلى العراق من خلال ضبط الحدود الدولية والتعاون الأمني والاستخباري مع دول الجوار والدول الإقليمية من بغداد حساب التميذي العراقية الإخبارية